اتهم رئيس الجفة التركمانية العراقية النأب أرشد الصالح محافظة كاركوك نجم الدين عمر كريم بمحاولة اضعاف قوات الشرطة في المحافظة وممارسة سياسات تؤثر سلبا على التعايش السلمي والأواصر بين مكونات كاركوك كما حذر الصالح من أن تواجد منظمة بكك الإرهابية في كاركوك سيؤدي إلى إثارة الكثير من المشاكل في المدينة أنا مرة أخرى أدعو أهلنا في كاركوك بكافة شرائحهم ومكوناتهم كل المكونات في كاركوك أن يعلموا بأن المحافظ يحاول أن يضعف الأزهزة الأمنية في كاركوك لكي يعطي فرصة للأزهزة الأمنية الأخرى أن تسيطر المفروض أن نقوي قيادة الشرطة في كاركوك ليس نضعف قيادة الشرطة قيادة الشرطة والمحاكم أهم سلطة في كاركوك يحقق الاستقرار لكن نشوف تدخل المحافظ المباشر إلى أمور الشرطة وإلى أمور قيادة الشرطة هو رئيس لزن أمنية لكن لا يحق لي يدخل فيه جزئيات الأمور بحيث يضعف قيادة الشرطة في كاركوك أو يحاول أن يأخذ صلاحيات الوزارة إلىه هذه مو من صلاحية المحافظ ينقل الضباط من مكان إلى آخر ويعطي فرصة لآخر هذه مفروض كله يكون بتنسيق ويانة طيب اليوم أنت مزلس القضاء ما حد يعرف وين مزلس القضاء ماكو مزلس القضاء مزلس المحافظة استوليت عليهم رأي فقط المكون الكردي موجود في مزلس المحافظة أنت محافظ والمزلس المحافظة فقط الكرد طيب إذن وين بقى إيرادة أهل كاركوك التركمان والعرب والآخرين هذه سياسة خاطئة نحن ندعو مرة أخرى محافظ كاركوك أن يعدل مسار سياسة في كاركوك لأنه سيؤثر على العلاقة بيننا وبين الاتحاد الوطني الكردستاني الاتحاد الوطني الكردستاني الأخمام جلال القيادات الأخرى نكون لهم كل الاحترام ونعرف هذا التصرف الأحادي من المحافظ رح يثير بلبلة في كاركوك أنا أدعو أهلنا حتى الأخوة الكرد أدعوهم أنه يعلموا رح يتأثرون هما من هذه السياسة الخاطئة خلي يروحوا لها يقولوا لها أنت جاي يتمار السياسة خاطئة بحق أهالي كاركوك إحنا ما نريد تتفكك الأسرة في كاركوك واليوم رفع علم حزب العمال الكردستاني في فلكة رحمها وأمور خارج عن القانون هذا ما ممكن أنه يكون ضمن عمل القانوني فإذن هذه أيضا نوع من إثارة المشكلة طيب أنا ليش أثير مشكلة حزب العمال الكردستاني في كاركوك شراح يستفيد محافظ كاركوك من هذا الأمر ليش تقبل أنت إذا أنت رئيس اللزنة الأمنية لازم تحافظ على كل أهل كاركوك أنت مو محافظ مال الكرد أنت محافظ لكل أهل كاركوك لكن للأسف اليوم أنت من تسمح تنرف علم حزب العمال الكردستاني في فلكة رحمها وأمور في فلكة الإخوان هذا ما معناه أنت تريد تثير مشكلة ونقول لشعبنا أهلنا الكرد في كاركوك المحافظ هو المسؤول عن إراقة أي قطر الدم تراق في كاركوك لأنه يحاول أن يعمل اللا استقرار في محافظة كاركوك أثرت